أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الزراعي من التعليم الفني تخصص إنتاج حيواني شعبة الدواجن النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا في قناتنا المميزة في بيتنا مدرسة قناة مصر للتعليم الفني وهي المنارة للتعليم الفني وإن شاء الله بإذن الله هندرس منهج مميز جدا جدا لجميع طلبة وطالبات الصف الثاني الزراعي عايزين أن ندرك أن هذه المادة مادة ذات قيمة ومادة لا أهمية كبيرة جدا 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 في الاقتصاد المصري وهي مادة تربية الدواجن بوجه عام مادة تربية الدواجن وزي ما كلنا وحضراتكم عارفين أن الدواجن بتشمل مجموعة كبيرة من طيور الدجاج الطيور المائية الأرانب الرومي السمان الحمام وطبعا كل هذه النوعيات من الأشياء المميزة والمستساغة تمام في جميع أنحاء العالم لذا بتحظى بأهمية كبيرة جدا 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 بالنسبة لكل الشعوب النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن وحدة مهمة جدا وهي وحدة تربية الرومي بس قبل ما نتكلم على الوحدة دي كدراسة أو كعلم امتحان وسؤال وجواب وحداتك داخل تمتحن لا إحنا عايزين نتكلم على نقطة تانية خالص مفيدة لطالب التعليم الفني التعليم الفني بدأت في الفترة الأخيرة تتجه الأنظار إليه بشكل كبير جدا ويعني وجد إن هو فعلا المنارة الأساسية والمشروع الأكبر لأي شاب ممكن يتعلم يبدأ مشروع بدون الاعتماد على الدولة وباعتماده الشخصي على نفسه بس لازم طبعا يكون عندي معلومة يعني لو إحنا جينا اشتغلنا في مجال الدواجن عموما يعتبر من أفضل المجالات في التعليم الزراعي كله اللي يقدر الشاب ذات الإمكانيات المحدودة ممارسة عمله الطبيعي فيه ليه؟ لأن دورة رأس المال بتاعته سريعة وقصيرة يعني إيه دورة رأس المال سريعة وقصيرة؟ يعني دايما إن المشروع مثلا حضرتك لو رحت جبت شوات فراخ وحضمتهم وبعتهم بعد 15 يوم بتحصل على عائد ربح بعد 15 يوم لو حضرتك اشتغلنا على أي مجال من المجالات دورة رأس المال سريعة يعني سهل جدا نحصل منها على عائد ربح كبير جدا بالنسبة للناس نقطة اللي بعد كده حضرتك أنا لما بنيجي نتكلم في مجال الدواجن تحديدة بنجد أن مجال الدواجن ده من المجالات الجميلة جدا وشيقة جدا اللي هي لا تحتاج لرأس المال كبير فبالتالي فرصة لأي شاب حتى وهو أثناء دراسته خلال الثلاث سنوات السنة الأولى والسنة التانية والسنة التالتة ممكن يمارس عمليات طبعا تربية الدواجن بأنواحها سواء كانت بقى طيور مائية سواء كانت رومي سواء كان دجاج سواء كان حمام سواء كان سمان وعندنا برضو الحمام من الموضوع المحبوبة جدا لدى شريحة كبيرة جدا فيها المجتمع المصري تحديدة فكل الموضوعات دي بأمر الله هنتناولها مع بعضينا بس مش هنتناولها بشكل يكون شكل أكاديمي شوية لا احنا هناخد الشكل الأكاديمي وهناخد الشكل العام اللي منه حضرتك تقدر أو حضرتك تقدري تمرسي الحياة العملية فعلا بيها ويكون مشروع بالنسبة لي ونحقق منه أرباح كثيرة جدا وعلى فكرة ده حصل مع طلبة كتير جدا خلال السنوات السابقة معنا والحمد لله يمكن دلوقتي ناس أصحاب مزارع وعندهم خبرات كبيرة جدا جدا ويمكن احنا ساعات لما بنعوز حاجة أو أي تاير بيعوز أي حاجة احنا ممكن نبعثهم لهؤلاء الطلبة يعني فدي المقدمة دي بس معلشي عشان تعرف أهمية دراسة منهج الدواجة من المناهج الشيقة جدا اللي حضرتك لو أخدتها زي ما بنقولك ما تخدتهاش على سؤال وجواب سؤال وجواب حنقول وحتعرف وحتعرف تحل بإذن الله ولما تيجي جزئية عندنا نقولك سؤالها هي حنقوله السؤال بتاعها هي لكن عايزك تتعلم إزاي نربي الدواجة إزاي نختار أي نوع من الأنواع المميز بالنسبة لي وإذا كان عندي أكتر من نوع بالنسبة لي أنا مميزي ممكن نتعامل معاه بشكل كويس جدا يعني إيه المنع أننا نربي رومي نربي دجاج نربي أرانب نربي حمام نربي طيور مائية أي أن كان المتاح بالنسبة لي والمتيسر بالنسبة لي طبقا لإمكانياتي الشخصية وإمكانياتي المادية طيب النهاردة بقى لو حابنا نتكلم على موضوع اللي هو أول الموضيع المهم جدا وهو تربية الرومي ليه بالذات تربية الرومي بتحصى باهتمام كبير جدا في شريحة كبيرة جدا جدا من المجتمع أولا طيور الرومي لها أهمية اقتصادية عالية جدا وتتميز بميزات عالية جدا 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 دون غيرها من بعض الأنواع يعني كله مهم لكن فيه الأهم الأهم في تربية الرومي أن طائر الرومي طائر كبير الحجم يتميز بأوزان كبيرة قد يصل وزن الزكر فيه من 22 إلى 25 وفي بعض الأحيان 26 كيلو جرام إذن ده حاجة تستحق بقى أن احنا طبعا أن احنا نربيه لما نلاقيه أن الزكر بيصل لهذه الأوزان ده كده ممكن يحقق لي طبعا عائد كبير جدا من الأرباح تمام إذن قد أول نقطة بالنسبة لنا في المزايا بتاعة الرومي النقطة التانية يتميز الرومي وده الأهم بارتفاع القيمة الغذائية للحومه قيمة غذائية للحوم الرومي تتميز بوجود كمية كبيرة من البروتينات وكمية كبيرة أيضا من الأحماض الأمينية يعني تتميز عن غيرها يعني من أعلى كميات في البروتين هو الرومي من أعلى كميات في الأحماض الأمينية برضو الرومي إذن عشان كده حظر رومي باهتمام كبير جدا يبقى قلنا أن سلالات الرومي لما نيجي نقول لك إيه مزاياها ولما نيجي نقول لك ليه الأهمية الاقتصادية بتاعتها هتيجي تقول لي أهميتها الاقتصادية بتاكمن فأن هذا الطائر طائر كبير الحجم قد يصر متوسط وزن الزكر فيه من 22 إلى 25 أو 26 كيلو جراء بالإضافة إلى أن لحومه تتميز بارتفاع القيمة الغذائية بتاعتها بالإضافة إلى أن لحومه تتميز باحتواء على كمية كبيرة جدا من الأحماض الأمينية والبروتيناء إذن هذه المزايا جعلت بالإضافة بها النقطة مهمة جدا وده اللي أنا بنقول لك دايما أحرص على تربية الرومي ليه؟ بيتآلف سريعا مع الإنساء يعني هي يتآلف سريعا يعني أنت مجرد ما جدته عندك في البيت تمام أو في أي مكان فاضي في غرفة فاضية وبدأت تربيه بعد مجرد أنت ما بيتجيبه 3-4 أيام بتاقيه عايش معاك وتعايش معاك وأكل من الأكل اللي أنت بتدهوله بالإضافة طبعا للمقررات الغذائية والطبيعية اللي أنت بتديه لكنه طائر ممكن يعتمد على بعض الخضروات بعض الحشائش يعني ما بيرققش قوي مديا في مصاريفه وبالنسبة لمصاريف تربية إذن لما نيجي نقول ما هي بقى ده السؤال بقى بتاع الامتحان احنا قلناه كده بشكل بسيط ومبسط السؤال يجي لي يقول لي ما هي الأهمية الاقتصادية للرومي؟ الأهمية الاقتصادية للرومي بنقول أن الرومي يتميز بارتفاع القيمة الغذائية للحومه تمام بالإضافة إلى أن هذا الطائر لحمه يحتوي على كمية كبيرة من البروتين وكمية كبيرة من الأملاح المعدنية وده اللي بيسعى حول الناس كلها بتحب كده بالإضافة كمان لنقطة مهمة جدا بنقولها أنه يتآلف بسرعة مع الإنساء النقطة اللي بعد كده كمان أن هذا اللحم بيكون فيه نسبة قليلة جدا من الكولوسترول ودي بتهم شريحة كبيرة جدا من المجتمع عندهم فطبعا دي كلها مزايا ميزة طيور الرومي عن غيرها من بعض نواع الطيور أو الداتها ميزة يعني جعلتها في المقدم بالإضافة طبعا للأوزان الكبيرة اللي احنا بنحصل عليها منها بتحقق لنا عائد كبير جدا من الأرباح يبقى دي النقطة الأولى لما يسألني ويقول لي ما هي مزايا تربية الرومي أو ما هي خصائص الاقتصادية للرومي نقول له ايه بقى نقول له النقطة الولانية يتميز بارتفاع القيمة الغذائية للحومه بالإضافة أن اللحوم بتاعته مرغوبة بشكل كبير جدا بالإضافة إلى أنه طبعا تحتوي على كمية كبيرة جدا من الأحماض الأمينية والبروتينات بالإضافة إلى أنها تحتوي على كمية قليلة من الكوليسترول كويس قوي إذن فيه مزايا كمان أنه هو طبعا بيتآلف بسرعة مع الإنسان يعني ما بتجيبش طائر يرهقك تيجي بعبل ما يولف معاك أو عبل أنت ما تتعايش معه ويتعايش معك بياخد فترة طويل لا الرومي من الطيور السريعة في التآلف مع الإنسان طبعا الكلام ده كويس قوي وكويس جدا جدا لكن طبعا محتاج بقى مني برامج كويسة جدا في التعامل مع الرومي إزاي حضرتك بقى نتعامل مع الرومي ونقضوا كده كده واحدة واحدة وإحنا تكلمنا دلوقتي على الفقرة الأولى في موضوعنا اللي هي طبعا قلنا المزايا حنيجي بقى ننقل بعد كده على نقطة تانية وهي الآتي نقطة تانية بالنسبة لنا هتكون عبارة عن إيه هتكون طبعا بنتكلم فيها على الأنواع الرومي نشوفوا أنواع الرومي ديت عبارة عن إيه هذه الأنواع المجموعة اللي هتقابلني هيظهر معايا الأنواع المختلفة للرومي ما هي هذه الأنواع المختلفة في الرومي من أهم الأنواع الرئيسية أو القياسية للرومي نمرة واحد البرونزي الأمريكي سلالة إشماها البرونزي الأمريكي هذه السلالة مميزة جدا ومن أكثر السلالات انتشارا في العالم سلالة إسماء البرونزي الأمريكي بعد شوية هنتناول صور لها وحضرتك هتعرف شكل سلالة البرونزي الأمريكي وشكلها مميز جدا 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 ومن السلالات الأكثر انتشارا على مستوى العالم بالإضافة إلى سلالة الهولندي الأبيض سلالة تانية إسماء الهولندي الأبيض يبقى إيه السلالة البرونزي الأمريكي وسلالة الهولندي الأبيض ثم سلالة أخرى تعتبر أقل انتشارا شوية إسماء البربون الأحمر اسمه البربون الأحمى ثم سولالة أشهر اسمه البلتسفيل الأبيض البلتسفيل الأبيض لو بصنا يا شباب هنلاحظ أنه عندي تلات أنواع مميزة جدا في الأنواع اللي بنقول البرونز الأمريكي الهولندي الأبيض البلتسفيل الأبيض دول الأشهر على مستوى العالم نكمل بعد كده فيه حاجة عندنا اسمه النورفلوك الأسود النورفلوك الأسود وأنواع كتير جدا قد تظهر معنا بعض الأنواع الأخرى المستنبط طب السؤال بالنسبة لي سؤالي إيه في الامتحان يجيلي السؤال يقول لي ما هي الأنواع المختلفة لسلالات الرومي نقول له نمرة واحد سلالة البرونز الأمريكي قول معايا سلالة اللي إيه البرونز الأمريكي تقول معايا أو تقولي معايا طبعا كلنا يعني إن شاء الله بإذن الله بإذن الله عايزين نحصل يعني على أكبر قدر من المعلومات وردد معايا واستفيد من المعلومة اللي أنا بنقول عندي السلالة أهم سلالة عندنا ليها سلالة البورنز الأمريكي ثم سلالة الهولندي الأبيض ثم سلالة البيلتسفيل الأبيض لاحظ أن أنا قلت الثلات دورة بعد لأن دول الأكثر انتشارا وشيوعا على مستوى العالم بالإضافة إلى سلالة البربون الأحمر والنورفلوك الأسوأ يبقى كم سلالة لغاية دلوقتي تعتبر الأكثر قياسا أو السلالات القياسية بالنسبة للرومي سلالة البرونز الأمريكي سلالة الهولندي الأبيض سلالة البربون الأحمر سلالة البلتس فيل الأبيض سلالة النور وفلوك الأسوأ وديت كده الأنواع المختلفة لسلالات الرومي ده كده ياب السؤال بتاع طبعا هذه السلالات اللي هي ما هي الأنواع المختلفة لسلالة ليه الرومي يبقى الغايب دلوقتي كده في سؤالين مهمين جدا بالنسبة للموضوع اتكلمنا في السؤال الأول وقلنا ما هي الأهمية الاقتصادية للرومي السؤال الثاني ما هي الأنواع المختلفة للرومي يبقى الأنواع المختلفة للرومي زي ما اتفقنا البرونزي الأمريكي الهولندي الأبيض البلتسفيل الأبيض البربون الأحمر النورفلوك الأسود وانت قاعد معايا زي ما أنا بنقول حضرتك تردد عشان تستفيد عشان تعمل لنفسك قيمة مضافة عشان ما يباشر انت بتتفرج وخلاص احنا عايزين نوصل لك المعلومة قناة مصر بتحاول توصل المعلومة للطالب هو قاعد في بيته ولو انت بصيت على كده وتبعت ده كويس جدا هتستفيد استفادة عالية جدا لان عندك ميزة في الفصل المدرس بيشرح الحصة وخلاص بيمشي لكن الحصة المحاضرة ديه تبه مسجلة حضرتك تقدر تشوفه وتقدر تتعامل معها وترجع تترجع الفقرة ديه وتجيب الفقرة ديه وتتعامل بشكل كويس جدا جدا معاه تمام يبا دول السؤالين اللي احنا تكلمنا فيهم نقطتين الأساسية ايه ونقطتين مهمين جدا انا عايز الناس تطلع من المحاضرة تمام فهمة يعني ايه رومي يعني لما حد يجي تكلمك في الرومي تقوله انواع الرومي تمام ولها تقسيمات هناخدها مع بعضينا بقى طي وبعد كده لما حد يتكلمني يقولي طيب اش مانا انت هتربي الرومي مش هتربي غيره من الطيوق بنقوله والله انا هنربي الرومي عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا عشان المزايا اللي احنا ذكرناها مع بعضين ومش حاجز نطول عليك في ذكر هذه النقط كتير يعني لان هنريحها وحنقولها مرة واثنين وثلاثة ان شاء الله بعد كده طبعا هنيجي نتكلم على نقطة تانية وننقل على نقطة تانية اللي هي بقى بنقول احنا كده قلنا اهم السلالات اللي موجودة عندنا بنقول عندي بعض الانواع او بعض السلالات المحلية عندي بعض السلالات الايه المحلية ايه هي السلالات المحلية اللي هتظهر معنا السلالات المحلية عندي سلالة تمام اسمها سلالة مستنبطة سلالة ايه مستنبطة السلالة المستنبطة دي سلالة ياريت الناس بقى بعد ما ناخد التقسيم بتاع الرومي اللي هو حسب الوزن هنتكلم باستفادة عن هذي السلالات بس انا عايز نفاهمك الاول قبل ما نخش في التقسيم اللي هو كلمة مستنبط يعني كلمة مستنبط يعني هاجين يعني خليط ما بين سلالتين يعني بعض الدكاترة في محطات البحوث بيجي يلاقي ان في سلالة متميزة مثلا من سلالة البرونز الامريكي وسلالة متميزة اخرى من سلالة البلت سفيل الابية يقول طب لو انا خدت ذكر من هنا وانسى من هنا وعملت تهجيم ما بين الاتنين تمام حنحصل على سلالة جديدة هي هذي السلالة التي يطلق علي السلالة الايه المستنبطة تمام طيب نشوفه بقى يمكن تقسيم الرومي حسب الوزن يقسم الرومي حسب الايه الوزن وقف بقى معي هنا ادم اي حاجة بنقول لك حضرتك السمهالي حسب الوزن بديهي ان تبه هذه السلالة سقيلة الوزن دي اولا ثانيا سلالات خفيفة الوزن متوسطة الوزن ثالثا سلالة خفيفة الوزن يبتاني دم نيجي نقولك بداية قسم السلالات تبقى لاوزانها او يقسم الرومي تبقى لاوزان بنقوله اولا سلالات سقيلة الوزن ثانيا سلالات متوسطة الوزن ثالثا سلالات خفيفة الوزن معايا كده ولا لا طيب حنيجي بقى نرجع نتكلم على اول سلالة عندنا اللي هي السلالة سقيلة الوزن السلالة سقيلة الوزن زي ايه سؤال في الامتحان اساس هيجي يقول لي كده هيجيب لك كده ممكن يجيبها في نقط يقول لك من السلالات سقيلة الوزن البرونزي عريض الصدر والابيض عريض الصدر تاني من السلالات سقيلة الوزن تمام البرونزي عريض الصدر والابيض عريض الصدر من المعنى ومن معنى الكلمتين كلمة برونزي عريض الصدر وابيض عريض الصدر انت عايز ايه او استنبدت ايه او ايه اللي جافت دماغك من الكلمتين دولة ان هذه الاوزان قد يصل متوسط وزن الزكر فيها من 22 ل 25 كيلو جراه يعني وزنها كبير جدا طب عريض الصدر بتلاقي عريض الصدر يعني الصدر مكنس باللح يعني الافخاد عالية والصدر عريض ومكنس باللح يعني مليانة فيها كمية لحمة تحصل عليها عالية جدا في هذا الموضوع طيب يبا دي السلالات اللي هي سقيلة الوزن طيب عايز بقى نتكلم على السلالات سقيلة الوزن لان ممكن ييجي يسألني يقول لي تتميز السلالات سقيلة الوزن في الرومي اللي هي حضرتك قلها لي عبارة عن ايه البرونزي عريض الصدر والابيض عريض الصدر يبا السلالات سقيلة الوزن عبارة عن ميه البرونزي عريض الصدر والابيض عريض الصدر طب يتميز بايه يصل وزن الزكر البالغ من 22 إلى 25 كيلو جرام يصل متوسط وزن الزكر البالغ من 22 إلى 25 كيلو جرام ومتوسط وزن الأنسى البالغة من 10 إلى 13 كيلو جرام لاحظ الفروق ما بين الزكور والإناز يتميز الزكور بكمية لحمة عالية جدا قد تصل إلى ضعف وزن الأنسى قد تصل إلى ضعف وزن الأنسى لكن طبعا الاناس بتتميز بميزة اخرى ان طبعا عملية الرقاد يعني دي لها ميزة ودي لها ميزة واحد بتاخد منه الزكر بتاخد منه كمية لحمة عالية والانسة البالغة بناخد منها كمية بيض وبالتالي وخلي بالك طيور الروم دي من الطيور الرقادة يعني الطيور الرقادة يعني التي لها قدرة كبيرة على الرقاد يعني بترقض ويفقص البيض ويطلع فبرضه ده بالنسبة لك مشروع كويس جدا تمام فانت لما تجيب او تجي تتعامل في الجزئية ديك ممكن نتعامل فنجيب زكر ومعاه من اربعة لخمس مثلا اناس او عشر اناس حسب بقى امكانياتك هو مفروض ان بيخصص لكل زكر في الاوزان السقيلة من عشرة لاثناشر يعني نقوله احنا في المتوسط يعني ماشي العرف كده ان بيبقى عشر دجاجات لكل ديك تمام طيب وكان لو كانت الاوزان خفيفة ممكن يوصل لاثناشر او اربعتاشر يوصل متوسط الاناس لاثناشر لاربعتاشر المهم هنتكلم وقلنا يصل وزن الزكر يبقى وزن الزكر فيه ما وده سؤال باب يجي في الامتحن وقف عنده يجي يقولي يصل متوسط وزن الزكر فيه السلالات سقيلة الوزن فيه الرومي الى مثلا يديك اختيارات من اثنين وعشرين لخمسة وعشرين من عشرين لاثنين وعشرين من تمنتاشر لعشرين يبقى الاجابة الصحيحة من اثنين وعشرين لخمسة وعشرين كيلو جرام طب يصل متوسط وزن الأنسة البالغة كان في الأوزان السقيلة من 10 إلى 13 كيلو جرام يارب يكونوا المعلومتين دول واضحين أنا بنشرح لك بالراحة وبنفهمك صيغة السؤال اللي حتقابلني إيه يبس سلالات سقيلة الوزن هي سلالة البرونزي عريض الصدر والأبيض عريض الصدر تمام ومتوسط وزن الزكر من 22 إلى 25 كيلو جرام ومتوسط وزن الأنسة من 10 إلى 13 كيلو جرام نكمل كلامنا كده بردو ونشوه بنقول بقى تعتبر الأنواع السقيلة الوزن أكثر اقتصادية من الأنواع الخفيفة رد علي يقول ليه قال لك هوت على طون يعني ممكن يجي لي نقطة كده يقول لي علل تعتبر الأنواع سقيلة الوزن في الرومي الأكثر اقتصادية من الأنواع الخفيفة بنقول لي وذلك لأفضلية معامل التحويل الغذائي ونقف بقى عند النقطة دي وذلك لأفضلية معامل التحويل الغذائي معامل التحويل الغذائي بالنسبة للرومي يعني إيه الأول أنا مفاهمك يعني إيه كلمة معامل تحويل الغذائي هي ممكن كلمة تمر علينا كده لكن حضرتك ما تباش مدرك أو حضرتك ما تباش مدركة معناها إيه انا عايزني فاهمالك عشان انت بقى لما تاخد الموضوع كمربي تبا فاهم انت بتعمل ايه وانت بتكسب ولا بتخسر ولا الموضوع شغال معك كويس ولا شغال معك مش كويس معامل التحويل الغزائي لو قلت انا فرضا يعني ان معامل التحويل واحد لتلات ما معنى الواحد وما معنى التلات معنى التلاتة ان هي عبارة عن تلاتة كيلو جرام عليقة فبنقول اذا تغزى الطائر على تلاتة كيلو جرام عليقة نحصل على كيلو لحم اللي هو الواحد يبا معنى كلمة واحد لتلاتة يعني ايه واحد لتلاتة اللي هو معامل التحويل واحد لتلات خلاص انا عندي معامل تحويل الرومي بس معامل تحويل الرومي يا ترى واحد لتلاتة لا واحد لتلاتة ونص يبا كلما تغزى الطائر على تلاتة كيلو نص عليقة كلما حصلنا على كم كيلو لحم على كيلو لحم فهمنا يعني ايه معامل التحويل الغزائي يبا تاني طب افرد انت اقول بقى انت معاي انا هنقول لك ان معامل التحويل الغذائي لسلالة الماء واحد لاثنين زي في الدجاج مثلا معامل التحويل بتاعها واحد لاثنين يعني ايه معامل التحويل واحد لاثنين واحد لاثنين هتقول لنا سامعك بتقوله هو وسامعك بتقولي انه كلما تغزى الطائر على اتنين كيلو عاليقة نحصل على كم كيلو لح على كيلو واحد من اللح يب انت هنا يب انت تميز السلالات سقيلة الوزن بايه بافضليتها في معامل التحويل الغذائي بدليل ايه بدليل انها بتحصل على اوزان كبيرة اذا كان لها القدرة على تحويل العليقة الى ايه الى لح يبا تاني باختصار كده نيجي نتكلم على اول نوع من انواع تقسيم الرومي حسب الوزن يبا قسم الرومي حسب الوزن الى اولا سلالات سقيلة الوزن وهذه السلالات مثل البرونز عريض الصدر والابيض عريض الصدر احفظ السلالتين كويس جدا البرونز لان الجزئيتين اللي انا قلتهم التلات نيبلك الخلاصة من الاخر وبمعلومة محترمة ومعلومة كويسة تقدر تعتمد عليها في الامتحان ان شاء الله يبا تاني السلالة ايه السلالات سقيلة الوزن ايه البرونزي عريض الصدر والابيض عريض الصدر طيب اللي يصل وزن الزكر كام فيه في السلالات سقيلة الوزن من اتنين وعشرين الى خمسة وعشرين كيلو جرام طب الانسة البالغة يصل فاكا من عشرة الى تلاتتاشر كيلو جرام طب ايه اللي بيميز الانواع السقيلة انها اكسر اقتصادية او ايه اللي خلها اكسر اقتصادية انها طبعا معامل التحويل بتاعها في افضلية عن الانواع الاخرى طيب نكمل بعد كده السلالة اللي احنا شايفينها دا الابيض عريض الصدر شايفين على الرسمة كده دا الابيض ايه عريض الصدر اظن مميز شايف منظر وشايف الجمال تمام شايف السدر عامل ازاي عشان كده قلنا ايه ابيض عريض الصدر ابيض عريض الايه الصدر طيب بعد كده عندي شايف البرونزي عريض الصدر عامل ازاي شايف السلالة شوف الجمال بتاع السلالة عامل ازاي وشوف الحجم عامل ازاي او دا بقى ممكن طبعا معانا نصل في الزكر من هذه السلالة من 22 إلى 25 كيلو جرام ونصل للإناس طبعا فيها من 10 إلى 13 كيلو جرام أظن كده واضح معنا الشكل العام للسلالة سقيلة الوزنة اللي هي منها سلالة البرونز عريض الصدر والأبيض عريض الصدر ويا رب بلا من حضرتك تشوفها في أي مكان تب أنت مدرك وعارف أن السلالة دي سلالة إيه نتكلم بها بعد كده على النقطة اللي تلي هذه النقطة اللي هي عبارة عن إيه النقطة اللي جاية بالنسبة لنا هتكون عبارة عن السلالات خفيفة الوزن السلالات متوسطة الوزن سوري السلالات متوسطة الوزن السلالات متوسطة الوزن مثال لهمية البرونزي الأمريكي والنرفوس الأسود النرفوس الأسود والبرونزي الأمريكي تمام أمالي الأولاني كان مين السلالات سقيلة الوزن كانت عبارة عن البرونز عريض الصدر والأبيض عريض الصدر طب السلالات اللي هي خفية متوسطة الوزن البرونز الامريكي والنرفوس الاسود البرونزي الامريكي والنرفوس الاسود طب لما نجيلك نسألك سؤال كده فصح وغلط ونقول لك تعتبر سلالة البرونز الامريكي من السلالات متوسطة الوزن صح طب تعتبر سلالة النرفوس الاسود من السلالات سقيلة الوزن غلط طب تعتبر سلالة البرونزي عريض الصدر والابيض عريض الصدر من السلالات متوسطة الوزن غلط تمام يبقى السلالة المتوسطة زي البرونزي الامريكي والنرفوس الاسود زي البرونزي الامريكي والنرفوسي الاسود طب نكمل برضو معلومات عن هذه السلالة التالتة بالنسبة لنا سلالة الهولندي الابيض يبقى تعد سلالة الهولندي الابيض من السلالات سقيلة الوزن غلط تعد سلالة الهولندي الابيض والبرونز الامريكي والنرفوس الاسود من السلالات خفيفة الوزن غلط تعد سلالة البرونز الامريكي والنرفوس الاسود والهولندي الابيض من السلالات متوسطة الوزن صح يبا السلالات المتوسطة يا شباب عبارة عن البرونز الامريكي والنرفوس الاسود والهولندي الابيض امال سلالات سقيلة الوزن ايه البرونز عريض الصدر والابيض عريض الصدر عايزك تحفظ معايا انا بنعيد كتير اوات عشان انت تتجاوب معايا ونعتبر احنا بنذكره مع بعض يعني ما تعتبرش دي محاضرة وحصة وكده لا احنا بنذكره مع بعض بناخده معلومة كده مع بعض شيقة يبقى فيها شيء من التشويق فيها حاجة تفيدك ان شاء الله باذن الله وتستفيد منها من الناحية العملية طب نكمل معلوماتنا برضو عن السلالات متوسطة الوزن طيب يصل وزن الديك البالغ حوالي 16 كيلو جرام يصل وزن الديك البالغ في السلالات متوسطة الوزن حوالي 16 كيلو جرام طب الانسة البالغة حوالي من 7 الى 9 كيلو جرام نقف فينا لحظة حضرتك ارجع كده وافتكر وتذكر وعايزك بورقة وقلم وانتقعد معايا انا دلوقت بنتكلم علينا نوع من انواع السلالات انا بنتكلم على السلالات متوسطة الوزن طب احنا اتكلمنا قبل كده على السلالات سقيلة الوزن قلنا متوسط وزن الزكر في السلالات سقيلة الوزن من اتنين وعشرين لخمس وعشرين اه انت بتكتب كده صح طب السلالات متوسطة الوزن وزن الزكر بيصل فى الكه من ستاشر اه طبعا يصل فى الى ستاشر كيلو جرال طيب الاناس الاناس بقى اللي هي البالغة في السلالات متوسطة الوزن من سبعة الى تسعة كيلو جرال امال في السلالات سقيلة الوزن كانت حوالي كانت حوالي 13 كيلو جرام طيب بيقول لي بقى ولا ينصح بتسمين هذه السلالات لعمر اكثر من 20 ازموه حيث تنخفض الكفاءة التحولية وتصبح غير اتصادية فهمنا بقى مستر النقطة دي مش فاهمنا كويس ومن حقك ما تفهماش لانها برضو مش مباشرة تعال نتكلم بقى فيه بيقول لك لا ينصح بتسمين هذه السلالات لعمر اكثر من 20 ازموه يعني انت اخرك بالنسبة لها وتبدأ تسويقها بعد 20 ازموه هتقول لي طب ليه مستر مانا لسوقتها اكتر من كده هنحصل على اوزان اكتر من كده لا بيقول لك بقى هنا بتنخفض الكفاءة التحولية وتصبح غير اقتصادية نرجح تاني لمنضوع الكفاءة التحولية هو حضرتك قلت ان الكفاءة التحولية يعني ايه قلت ان الكفاءة التحولية هي قدرة الطائر على تحويل العليقة الى لحم قدرة الطائر على تحويل العليقة الى ايه الى لحم وقلنا ان الكفاءة التحولية بالنسبة لدجاج الرومي من واحد الى تلاتة ونص يعني كلما تغزى الطائر على تلاتة كيلو ونص عليقة نحصل على كيلو لحد طب هنا بقى انت بتقول بعد العشرين ازمون الطائر قد يأكل اربعة كيلو ونص عليقة ويديني كيلو لحد يبا انا كسبت ولا خسرت خسرت ليه لان العليقة زادت فلما تزيد العليقة مصروف حضرتك بيزيد ولما المصروفات تزيد الارباح تقل صح كده ولا لا يبا في السلالات متوسطة الوزن لا ينصح بتسمنها لا اكتر من كم اسبوع عشرين اسبوع طب سؤال فيه قال لي امتحاء يجي قل لي لا ينصح بتسمين سلالات متوسطة الوزن فيه الرومي لعمرة اكثر من خمستاشر اسبوع غلط طب عشرين اسبوع صح تمام كده ولا لا طب اداني اجابات اختياري قال لي خمستاشر قال لي عشرين قال لي خمسة عشرين الاجابة الصحيحة عشرين يبا تاني كده ملخص سريع على السلالات متوسطة الوزن. قل لي انواع سلالات متوسطة الوزن يلا وردد معيها بسرعة. البرونز الامريكي النرفوس الاسود الهولندي الابيض. يصل طيب وزن الديك يصل لكه رد عليها على طول 16 كيلو جرام طب الانسة يصل وزنهاك من 7 الى 9 كيلو جرام تمام? طيب ينصح بتسمينها الاكتر من 20 اسبوع ولا لا اكتر من 20 اسبوع لا ينصح. طب لو جه قال لي بقى. ينصح بتسمين سلالات الخفيف الوزن العمر اكثر من 20 اسبوع. حيث ها تنخفض الكفاءة التحولية وتصبح غير اقتصادية العبارة اللي انا قلتها دي طبها صح والغلق عبارة خاطئة لان انا قلت ينصح والعبارة الصحيحة لا ينصح. ماشا شباب كده معي? طبعا ننقل على نقطة تانية نقطة اللي بعد كده بقى. هنشوف طبعا بنقولهم بالنسبة لي السلالات اللي جاية اللي هي السلالة البلتس فيل الابيض عايز ناخد فاق بعض المزايا كده بلتس فيل الابيض قلنا يصل فيه ايه? البلتس فيل الابيض تحديدة. يصل وزن الديك البالغ خلي بالك ده سؤال برضه يصل وزن الديك البالغ من 9 الى 11 كيلو جراء والانسة البالغة من 5 الى 6 كيلو جراء يبا لو سألتك على البلتس فيل الابيض وزن الديك فيك من 9 الى 11 كيلو جراء والانسة البالغة من 5 الى 6 كيلو جراء ويمكن تسويقها كبادارة يعني ايه كلمة كبادارة الطائر من عمر يوم لغاية عمر ثمان اسابيع تمام كده ده طائر بنقول عليه يعني في مرحلة في المرحلة مرحلة الحضانة فترة الحضانة بتبدأ من عمر يوم الى ثمان اسابيع فترة الحضانة للطائر وحنفهم يعنيه فترة الحضانة ان شاء الله بإذن الله باستفادها هنتكلم عنها كويس قوي فترة الحضانة تبدأ من عمر يوم الى عمر كم اسبوع ثمان اسابيع من اليوم من الاسبوع التاسع تمام الى نهاية مرحلة التسويق دي با احنا بنقول عليها المرحلة اللي تالي دي اللي هي مرحلة الرعاية مرحلة الايه الرعاية طيب تعالوا نتكلم على البلتس فيل الابيض قلنا يصل وزن الديك البالغ من تسعة الى احداشر كيلو جراء والانسة البالغة من خمسة الى ستة كيلو جراء ويمكن تسويقها كبادارة عند عمر من تسعة الى اتناشر ازمون طيب سؤال بسرعة كده يمكن تسويق سلالة البلتس فيل الابيض عند عمره ستة سبيع غلط امال عند عمره كان من تسعة الى اتناشر ازمون ويكون وزن الديك يعني لما تيجي تسواها في وزن الديك في الاسبوع التاسع بيكون وزنها خمسة كيلو جراء وحد حيقول امال الاوزان اللي فوق اللي انت قلتها دي ايه انا بنقول لك يصل وزن الديك البالغ يعني البيئ الديك مجرد وصوله لمرحلة البلوغ قد يصل وزنه من تسعة الى احداشر كيلو جراء والانسة قد يصل وزنه من خمسة الى ستة كيلو جراء لكن حضرتك بنقول لك ابا سوى سلالة البلتس فيل الابيض ديت عند عمره من تسعة الى اتناشر ازمون في هذه المساحة اللي هي من تسعة الى اتناشر ازمون يكون وزن الديك خمسة كيلو جرام ويكون وزن الانسة تلاتة وتمنمائة تلاتة وتمنمائة جرام تلاتة وتمنمائة طبعا من الكيلو جرام يعني 3 كيلو و 800 جرام والسلالات الخفيفة اللي هي طبعا عالية في انتاج البيت السلالات الخفيفة عالية في انتاج البيت يبا دي تالت سلالة عندنا السلالات خفيفة الوزن وطبعا تتميز السلالة الخفيفة في الوزن بانتاج عالي من البيت قد يصل الى من 100 الى 130 بيضة سنوية من 100 الى 130 بيضة ايه سنوية تاني كده يبا السلالات تالت سلالة عندنا احنا قسمنا الرومي طبقا للأوزان قلنا يقسم الرومي اولا اوزان سقيلة الوزن وعرفنا البرونزي عريض الصدر والابيض عريض الصدر تكلمنا بعد كده على السلالات متوسطة الوزن وتكلمنا فيها على طبعا 3 انواع وتلات سلالات تمام اللي هي الهولندي الابيض والنرفوس الاسود بعد كده تكلمنا على السلالة اللي هي تالت سلالة عندنا وهي السلالات خفيفة الايه الوزن والسلالات خفيفة الوزن مثال لها اللي هو البلتس فيلي الايه الابيض تمام يا شباب كده معي ده بالنسبة بس عايز نقف بقى عند نقطة البيض دايما السلالات اللي هي خفيفة الوزن بتحصل منها على كميات بيض قد تصل من 100 الى 120 او 130 بيضة سنوية دي بالنسبة للرومي كميات كبيرة جدا للمعتاد ان الرومي يعني متوسط انتاج البيض السنة وفيه من 30 الى 40 بيضة يعني في الاوزان السقيلة والاوزان المتوسطة متوسط انتاج البيض السنوي يكون في حدود من 30 الى 40 بيضة سنوية لكن في الاوزان الخفيفة قد يصل وزن البيضة الى كام وزن او عدد البيض الى كام من 100 الى 130 اذا يتميز دجاج ركز معايا في السؤال اللي بنقوله وحاول تجاوه يتميز السلالات السقيلة في الرومي بانتاج عالي من البيض قد يصل الى من 100 الى 130 بيضة سنوية غلط ولا صح؟ هتقول لي غلط لان مين اللي بيتميز بكده السلالات خفيفة الوزن السلالات خفيفة الايه؟ الوزن يبقى درسنا دلوقتي مع بعضين انواع الرومي وقصمنا الرومي طبقا للايه؟ للأوزان قلنا أوزان سقيلة الوزن قد يصل متوسط الزكر فيها من 22 الى 25 كيلو جرام بعد كده أوزان متوسطة الوزن اتكلمنا فيها وقلنا بيصل فيها متوسط وزن الدجاجة فيها طبعا من 9 الى 12 التالتة اللي هي البلتسفيل الابيض يصل وزن الديك البالغ من 9 الى 11 كيلو جرام تمام؟ طب نقول لك تقول لي سلالة من الأوزان الخفيفة تقول لي البلتسفيل الابيض كده احنا خدنا اللي هي مجموعة الأنواع اللي طبعا بتقابلني فيه الأنواع أو التقسيم اللي هو ظهر معانا حسب الايه؟ الوزن قلنا سلالات خفيفة الوزن الابيض سلالات متوسطة الوزن وسلالات سقيلة الوزن بعد كده بقى هننقل على نقطة تانية وحنتكلم في ايه؟ بنقول رابعة ده دي بقى رابعة دية عايزك تركز معي فيه في بداية الحلقة انا اتكلمت وقلت على انواع مستنبطة وفهمتك يعني ايه؟ انواع مستنبطة انواع مستنبطة يعني سلالة هاجين يعني العلماء كده في محطات البحوث والده كترة في محطات البحوث بيجي ما بيقفش عند انواع سابتة بيجي يقولك طب ما والله الصنف البرونزي الامريكي ده مميز جدا والبلت سفيل ابيض ده فيه مزايا وده فيه مزايا تمام؟ يعني مثلا البلت سفيل الابيض دي سلالة خفيفة الوزن تمام؟ تتميز بانتاج عالي من البيع طيب وسلالة البرونزي الامريكي دي سلالة عالية جدا في اللح طب ايه المنع اننا نعمل خلطة او نعمل تهجين ما بين السلالتين دولت لما نعمل تهجين او خلطة ما بين السلالتين دولت نحصل على حاجة جديدة خالص سلالة جديدة خالص دي اللي اسمها السلالة المستنبطة او ما يطلق عليها السلالات المحلية سلالة المستنبطة او السلالات الايه؟ المحلية تعالوا نشوفوا السلالات المحلية السلالة المحلية بيقول عليها زي المحل المصري يعني فيه حاجة مصري كده اسمها دي سلالة مستنبطة تمام وهو طائر محلي طائر ايه؟ محلي مقاوم للامراء يعني عنده قدرة كبيرة على مقاومة الايه؟ الامراء طب خفيف الوزن ولا متوسط الوزن؟ لا خفيف الوزن يبقى لو جيت تكلمتك على الانواع المحلية المستنبطة تقول لي المحل المصري طب يتميز بايه؟ يتميز بانه سلالة خفيفة الوزن طب الوزن التاح الزكر بتاح كام؟ قال لي من 7 الى 8 كيلو جراء طب وزن الانسة كام؟ من 3 الى 4 كيلو جراء كلام ده كله عنده سن البلوغ دايما لما بندك متوسطات للأوزان بندك متوسطات الأوزان ديت عند عمر البلوغ تمام طب بيقول لي ومنها أنواع متعددة يعني اللي هو المحل المصري السلالة المحل المصري دي فيه منها الأسود فيه منها الرمادي فيه منها الأبيع لما عمل الرجل التهجين طلعت بعض سلالات سوداء فسميت بالأسود سلالات رمادية سميت بالرمادي سلالات بيضاء سميت بالأبيع يبقى سلالة المحل المصري سلالة المحلي المصري سلالة سقيلة الوزن ولا خفيفة الوزن ولا متوسطة الوزن ولا أنواع محلية ومستنبطة أنواع محلية ومستنبطة يبا السلالات المحلية المستنبطة وعندنا منها نموذج اللي هو المحل المصري في منه ثلاث أنواع في منه الأسود في منه الرمادي في منه الأبيض يميل للرقاد ولا لا يميل للرقاء يميل للرقاء يعني ايه كلمة يميل للرقاء يميل للرقاد يعني لديه قدرة كبيرة على الرقاد على البيض ونسبة فاكس عالية يعني بيطلع المهم له قدرة على الرقاء في طيور طبعا ما بيكونش لها قدرة على الرقاء تضع بيت لكن ما ترقودش عليه لكن بالنسبة للرومي بيضع البيت ويرقود عليه خاصة في هذه السلالة قولها معايا كده اللي هي السلالة ايه السلالة سلالة المحلية المصرية اللي هي منها الرمادي اللي هي منها الاصمر اللي هي منها الايه الابية طب هذه السلالة سقيلة ولا متوسطة ولا خفيفة سلالة خفيفة الوزن لكنها سلالة مستنبطة سلالة خفيفة الوزن لكنها سلالة ايه مستنبط طيب وحضانة البيت وهناك يبقى هو يمين للرقاد ولديه حضانة للبيت يعني بيحفظ على البيت بتاعه وقدم يمين للرقاد يبقى لازم عنده حضانة للبيت وهناك سلالات اخرى تم تهجنها وانتجها في مصر مثل سلالة اسمها محلة موسى 85 الاسماء دي اشباب بتذكر طبقا لمحطة البحيث اللي ذكرت فيها تمام لما تذكر في محطة بحوث معينة بتسمى السلالة باسم محطة ايه البحوث او باسمه مكتشفة وكده زي مثلا نسمع عن الفراخ الفيومي هي طبعا دي في السلالة برضو كانت مستنبطة جات في محطات البحوث في الفيوم وهكذا بقى في سلالات اخرى في الدجاج اسمها المنظرة اسمها المعمورة اه وجدت في محطات البحوث الموجودة في المنظرة او في المعمورة يعني الاسم بيبقى خاضع للمكان اللي تم فيه عمليات التلقيعة والتهجين دي طيب يبقى تكلمنا على السلالة اللي هي سلالة محلة موسى اللي هي كان 85 طب دي ناتجة من خلط ايه من خلط بين زكور النوكلاس الابيض في سلالة اسمها النوكلاس الابيض وانس الهولندي الابيض وانسة هولندي ايه ابيض يعني جبنا زكر تمام من سلالة النوكلاس الابيض وسلالة وحنبقى نورى لك الصور بعد كده وسلالة اخرى من الهولندي الابيض يبلغ متوسط وزن الزكر عند عمر 28 اسموع 16 كيلو جرام شوف لما حصل خلط بقى حسن السلالة لما حصل خلط مدين النوكلاس الابيض والهولندي الابيض وصلنا لمتوسط وزن في الزكر كا 16 كيلو جرام ومتوسط وزن في الانسة كا 9 كيلو جرام ومتوسط انتاج بيض كا 65 بيضة سنوية بنسبة تفريخ كا 75% نسبة تفريخ كا 75% نقف عند السلالة المستنبطة دي التاني يبا السلالات المستنبطة هي سلالات تتميز بانها خفيفة الوزن ولا سقيلة الوزن خفيفة الوزن طيب هذه السلالة منها سلالة المحل المصري في منها كم نوع تلات انواع الرمادي والاسود والابيض او الاسود والرمادي والايه والابيض طيب يصل متوسط وزن الزكر فاكاء من 7 الى 8 كيلو جرام ومتوسط وزن الانسة فاكاء من 3 تمام تمام متوسط وزن الانسة من 3 الى 4 كيلو جرام عند البلوغ ومنها انواع متعددة قلنا الاسود قلنا الرمادي قلنا الابيض طيب هذه السلالة تتميز بالمل الرقاط اه للمل الرقاط وحضانة البيت طيب هناك سلالات اخرى تم تهجنها وانتاجها في مصر مثل سلالة محلة موسى 85 نتجة من ايه سلالة محلة موسى 85 نتجة من الخلط بين زكور النكولاس الابيض واناس الهولندي ويصل متوسط وزن الزكر عند عمر 28 اسبوع الى 16 كيلو جرام والانسة 9 كيلو جرام ومتوسط انتاج البيت في هذه السلالة 65 بيضة سنويا بنسبة تفريخ 75% يب احنا كده تناولنا عملية تقسيم الرومي وقلنا ان بيقسم الرومي تبقى للأوزان الى سلالات ها سقيلة الوزن ومتوسطة الوزن وخفيفة الوزن وسلالة ربعة بقى من عندنا احنا بنقولها كده اللي هي سلالة ربعة انواع محلية مستنبطة عشان ذكرتها عشان حضرتك تعرف ان هناك انواع يطلق عليها الانواع المحلية او الانواع المستنبطة ولما تذكر كلمة انواع مستنبطة ما ينفعش طب حضرتك طالب تعليم زراعي دارس دواجن وحد يقولك يعني ايه كلمة مستنبط تقول له يعني هاجين يعني خليط ما بين سلالتين فدينا النموذج ده عشان تقدر تتعرف على هذه السلال ننقل بعد كده على نقطة تانية اللي هي طبعا فيما يتعلق بيه برضو التابع الرومي هنتكلم على ايه فيه الرومي الجزئية اللي جاية ديت بقى جزئية مهمة جدا 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 ان شاء الله بامر الله نقول ايه انواع الرومي الاكثر انتشارا في العالم اه هو حضرتك ممكن يسألني يقول السلالات سقيلة الوزن السلالات خفيفة الوزن السلالات متوسطة الوزن قال لي اه وممكن نسألك نقولك ما هي انواع الرومي الاكثر انتشارا في العالم ياريت تعرف ترد كده قبل ما تظهر معاك الأسماء ياريت تعرف تقول أكيد حتقدر تجاوب وأكيد حتقدر ترد معايا البرونزي عريض الصدر لأنه قلنا من أكثر الطيور الرومي انتشارا في العالم البرونزي عريض الصدر البرونزي عريض الصدر جبه سلالة أكثر انتشارا ولا أقل انتشارا أكثر انتشارا السلالة اللي بعد كده الأبيض عريض الصدر الأبيض عريضي ليه الصدر كويس لاحظ ان السلالتين دولت من السلالات المتوسطة ولا السقيلة ولا الخفيفة من السلالات اعتقد حفظت كده من السلالات سقيلة الوزن طيب السلالة التالتة سلالة البلتسفيل الابيئ وانا بنقولهم لكم كده في السلالات في البداية خالص قلتلك ان ركز على الثلاث سلالات دولت قلتهم بالترتيب رغم انهم ما كانوش مرتبين في الكتابة لكن انا قلتلك ركز على دولت لان هذه السلالات هي الاكسر انتشارا على مستوى العالم يبقى سلالات او انواع الروم الاكسر انتشارا على مستوى العالم بداية سلالة البرونزي عريض الصدر الابيض عريض الصدر البلتسفيل الابيض بعد كده بعد كده نشوف النقطة اللي جاية بالنسبة لنا ويا رب تكون المعلومة وصلة لحضرتك بشكل مبسط وشكل بسيط عندي بعد كده هنتكلم على بقى تمييز الجنس في الرومي والتمييز بين الزكر والانسة من الحاجات المهمة جدا 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 لاي مربي هو كيفية تمييز الجنس في الرومي وطبعا الفقرة دي مهمة وعايز كل طبعا كتير جدا من المربين لما ييجي طبعا احنا برضو عندنا طبعا بالربي في بيوتنا وبالربي بغرض الاكل ومش بالضرورة تربي بغرض التجارة ممكن تربي بغرض الاكل وتعمل اكتفاء ذاتي لنفسك بالكلام ده ففي ناس كتير جدا بتحب تروح للسلالات سقيلة الوزن تمام طب سقيلة الوزن نجيب زكر ولا نجيب انسة نجيب زكر لان متوسط وزن الزكر بيبك بيه طب اللي عايز بقى يربي بغرض الانتاج حيجيب ايه انس وذكور حيجيب انس واذكون مفترض ان الراجل لما يروح يشتري المربي ما يتحكش عده راح يشتري منتاجة مفترض ان التاجر ما يتحكش عليه لازم تبع عندك على الاقل المبادئ الاساسية لكيفية التمييز ما بين الزكر وما بين الانس طيب زكور الرومي دائما ما تختال فيه مشيتها من عمر يوه ده اول نقطة يعني ايه تختال في مشيتها يعني في عمر يوم والطائر لسه فائس من البيضة طالع من البيضة في عمر يوم بتلاقي له مشية مميزة اناقولك ده انت بتختال في المشي له مشية مميزة الزكر يختال الانسة لا تختال الزكر يختال الانسة لا تختال بمعنى لو الاتنين ماشوا مع بعض في قدامك انت هتلاحظ هتقول لا ده زكر وده ايه انسة له مشية مميزة يتباهى بنفس الاختيال يعني التباهي ده بيظهر مع الزكور يبقى اول نقطة فيه تمييز الجنس فيه الزكور والاناس بالنسبة ليه الرومي النقطة الاولى قلنا زكور الرومي دائما ما تختال في مشياتها في عمر ايه يوم لكن الاناس نادرا ما تختال طيب النقطة التانية اهم ما يميز الزكور مهمة بقى ديه البرقع كلمة برقع اللي هو المنطقة بتبقى موجودة في منطقة الرقبة كده المر اللي بيطلق عليها المرشد الانبوبي يبقى البرقع بيطلق عليه المرشد الانبوبي يطلق على البرقع المرشد الايه الانبوبي ويكون فيه الزكور كبير وممتلئ عكس الانسة يبقى منطقة البرقع اللي هي منطقة الرقبة دي برقع يعني يجي كان زمان الستات زمان يلبسوا برقع كده على برضو بيتميز الرومي بمنطقة البرقع دي او المرشد الانبوبي بتكون كبيرة او ضخمة شوية في الزكور عن الايه الاناس يبقى ادي تاني نقطة نقدر نميز بها ما بين الزكور والاناقس ده انت كده بتقولي ان انا نقدر نميزه عمر يوم اه عمر يوم بنلاقي ان الزكر بيختلف مشيته عكس میلا الاناقس طب النقطة التانية اهم ما يميز الزكور البرقة او المرشد الايه الانبوبي ويكون في الزكور كبير وممتلع عكس میلا الاناقس كلام كويس او النقطة اللي بعد كده في عمري كم اسبوب في عمري خمس اسابيين في عمر خمس أسابيع تظهر على الرأس نتوءات لحمية بارزة النتوءات دي تسمى زوائد لحمية النتوءات تسمى زوائد لحمية بس بتظهر في الإسبوع الخامس طيب وفي عمر سبع أسابيع في عمر كام ركز معي في عمر سبع أسابيع فإن الزوائد اللحمية في الزكور تبدأ في الامتداد أسفل الرقبة تيجي الزائدة اللحمية من قدام الوجش كده وتيجي لغاية الرقبة تحت وإحنا بنوريك صور وإحنا نعرض لك صور إن شاء الله في الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله والمحاضرات التالية طبعا بتوضح هذه الأشياء يبقى في عمر كام زمو في عمر خمس أسابيع تظهر على الرأس نتوءات لحمية بارزة تسمى الزوائد اللحمية وفي عمر سبع أسابيع الزوائد اللحمية ديت في الزكور في الزكور بس تبدأ في الامتداد الأسفل الرقبة طب في الأنسة لا مش هتظهر هذه النقط النقطة بعد كده الرابعة والأخيرة بيقولي عن طريق وجود اللحية في الزكور على الصدر عند عمر 12 إزمو عند عمر 12 إزمو يبقى عن طريق وجود اللحية في الزكور على الصدر عند عمر كام إزمو عند عمر 12 إزمو يبقى كيف يتم التمييز بين الزكور والأنسة الزكور دائما ما تختال في عمر يوم والإناث لا تختال أبدا طب اتنين اهم ما يميز الزكور البرقع او المرشد الانبوبي ويكون في الزكور كبير وممتلئ عكس الاناس طيب في عمر خمس اسابيع تظهر نتوءات لحمية او بيطلق على زوائد لحمية يطلق على زوائد ايه لحمية هذه الزوائد قد تمتد في الاسبوع السابع الى ان تصل اسفل الارابة بعد كده بنقول النقطة الرابعة عن طريق وجود اللحية في الزكور على الصدر يعني منطقة الصدر دي ممتلئة فيها رحية كده دي على طول بتظهر في الزكور ولا تظهر في الايه في الاناس دي النقطة اللي هي فيما يتعلق بتمييز الايه الجنس بص بقى معايا الشكل اللي قدامنا الشكل اللي قدامنا بيوضح تماما الفارق ما بين الزكر وما بين الانسة اظن مميز جدا قول لي انت مين الزكر ومين الانسة في هذا الشكل طبعا الانسة ظهر معنا كده على شمال الشاشة والزكر بيظهر معنا زي ما انت شايف مميز جدا شايف منطقة البرقع نزلة عاملة ازاي على شايف الزوائد اللحمية نزلة مين منطقة من الرأس تمام خلي بالك الرأس ده اللي امتداد لهو بتاع الجنجمة ده نزلة منه متدلية لا ازفل الايه الرأبة شايف المنطقة بتاعت الرأبة منطقة غليزة ازاي تمام بينما في الاناس طبعا شكل الرأبة يعني رفيعة مش ظهر على اي نطوات او اي زوائد لحمية واضحة تمام 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 طبعا ده كده الموضوع او موضوع الحلقة اللي احنا تناولنا النهاردة اتكلمنا باختصار شديد عن المزايا تمام بالنسبة لي الرومي مزايا تربية الرومي والاهمية الاقتصادية لتربية الرومي تكلمنا باستفادة عن انواع الرومي والاقصر انتشارا في العالم وتحدثنا عن انواع الرومي وقسمناها تبقى للأوزان أوزان سقيلة الوزد أوزان متوسطة الوزد أوزان خفيفة الوزد وذكرنا كمان سلالة معاها عشان نعرفك بيها سلالات مستنبطة تمام اللي قلنا على السلالة المحلية اتكلمنا بعد كده على كيفية تمييز الزكر والانسة وعرفنا ازاي نميز ما بين شكل الزكر وما بين شكل الانسة وطبعا ديت زي ما في الصورة واضح حضرتك كده تقدر تلم بمجموعة المعلومات اللي هي قدامك ديت وكده طبعا موضوع الحلقة بتاعنا وان شاء الله بإذن الله خلال الحلقات القادمة مع بعض بإذن الله هندرس منهج شايك جدا ارجو ان تكون استمتعت مع الحلقة ويا رب نكون قدر تمفيدكم ولو بمعلومة بسيطة وان شاء الله بإذن الله نستكمل موضوعنا في الحلقات القادمة بإذن الله وإلى لقاء آخر بإذن الله